معدت هالبنت اليوم اكبرت وصرت وحدي اللي بختار هبا توجيه وابراهيم معلوف يرزقان بابنتهما الثانية شاهدوا كيف باتت بأول ظهور لها بعض دقائق من ولادتها هبا توجيه تضع مولودتها الثانية تشفت عن ملامحها ووجهت لها رسالة مؤثرة رزق قل من الفنانة اللبنانية هبا توجيه وزوجها الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف بابنتهما الثانية والتي اطلق عليها اسم ريتا آية وشاركت هبا مع متابعيها على انستجرام الصورة الاولى لطفلتها حديثة الولادة حيث اظهرت ملامح الطفلة الناعمة بينما كان والدها يحتضنانها لحظة ولادتها اذ ارفقت هبا الصورة بتعليق باللغة الانجليزية قالت فيه معا لدينا حب جديد لنتشاركه ريتا آية معلوف هنا اخيرا الصورة لقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين حيث انهالت التعليقات المهنئة لهبا توجيه متمنيين لها ولعائلتها دوام الصحة والسلامة وان يبقى الحب يسيطر عليهم الى الابد هذا وكانت هبا تواجفها جاءت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي باعلان خبر حملها بمرودتها الثانية من زوجها الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف منذ اشهر قليلة بعد تكتمن على الموضوع على اليوم يعني بتأثر بعد اكتر بهذه الكواز لانه صرت امت من فترة وهلأ ام اتوقع كمان مرة تانية وفي التفاصيل نشرت هبا عبر خاصية الكصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصور نفسها امام مرآة كبيرة مرتدية فستانا طويلا انيقا باللون الاسود حيث استعرضت حملها لاول مرة وفي سياق متصل فان اطلالت هبا تواجيخ الى المشاركتها في حفل عشاء خيري يعود ريعه لمركز سرطان الاطفال في لبنان منذ اشهر كشفت انها في مرحلة متقدمة من الحمل اذ ظهر بطنها المنتفق بشكل واضح على السجادة الحمراء وكذلك خلال تقديمها اجمل اغنيتها على المسرح اذ رقصت بعفوية لفتت من خلالها الانظار هذا وكان الحفل شهد مشاركة عدد من اهم نجوم لبنان والعالم العربي الذين حضروا لاحياء الحفل ودعم المركز ابرزهم الفنانة لبنانية نانسي عشرم التي تألقت بفستان مميز باللون الاسود من توقيع المصمم اللبناني سعيد ابيسي كما اعتمدت تسليحة شعر ناعمة طالق باطلالتها ومكياجا ملفتا